مرحبا يا سقر. مرحبا يا وسامة مرحبا بالمستمعين للنس كل مرحبا باليكوب يتمنى اللي معك. يا عايش الكبرك الله فيك يا عتيك الصحة على حضورك معنا. ضربة الشهرة شنوها سقر. والله يا شهرت اه. انا كم ظلت ما عنديش لبرسة لغيزة سوتيوب انا من طبيعه برشة ما حاجة تفرح. انو كراوح بغيزة جرنبالية نلقى صحابي اللي كنت قريت معه انا صغير والاستثتي افرحوا بي. كشهرة نشوفه حاجة بوزيتيف. أنا نحاول لي بعد برشة. حاجة بوزيتيف حاجة تفرح هنا نشوف عائلتي ونشوف صحابي. تحية تحية الناس غرومباليا الكل يقعدين يسمون فينا. خلحكيوا شوي على سقر المنايخ. نقدموه للناس اللي يسمون فينا سقر. نبدأ ببدايتي نخلو كيفاش خلاش في تونس خليت في غرومباليا. خليت الباكبتائي في غرومباليا. بعد ذلك اذهبت إلى الإنسات في تونس. اعملت خمسة سنة بتاعي كل مجموعة. اخرجت مهندس مهندس في سرائل سيناعي. اخرجت عملت البروجيط في فرنسا. اخذت بورس من تونس من الدولة من كارتاج. اخرجت بها التروي. اعملت البروجيط في جماعة 3 في فرنسا. وقعت ستا اوش على غرومباليا. ومن غرومباليا بديت عمل البروجيط في فرنسا. اخدمت في شركة سويسرية أولا موجودة في باريز. تخدم على إدروجين زادا. ومن بعض مش تخدمت في شركة ثانية زادا كيف كيف ستخدم على إدروجين. وانتخدمت سمعني نسيت حاجة. يعني في الفين ساعة عشر خطيت الدكتوراه بتاعي في في اليدروجين. و الفين واثين وعشرين نقلت للشركة الجديدة. وين بش نصنعوا سيارات إدروجين. بش تكون موجودة طوا خرجنا. معنا انا في كون جيتا والايمة هذي ميخرج تأول كرهبة. وفوما كره باخرين بش يخرجوا من جوان حتيكش. خبية. خبية. تنرجو نحكيو عليها. خلينا نحكيو شوي على المراحلة متاع المسيرة بتاعك اللي كنت تذكر فيها ساقر. انتي محدد الثنية وإلا فما حاجات جاو في ثنيتك بدو لك الثنية بدو لك الخطوة متاعك. اك النظر الاستشرافية متاعك القدام. وكانوا نحس حتى كي نحكي معاك حتى في في مدخلات سابقة. حسني عندك رؤية القدام. تقول اللي هذي هو المستقبل. صحيح. هي روم من الظهر. صحيح قد لا يكون الإنسان متكون وكل شيء. لكن هناك الكودبوس من الظهر. يعني هناك شوية ظهر كيف تقبلت في الفتازي. كما تقبلت في الفتازي نجم يكون مختلف مختلف. حاجات أخرى. لكن طوى بالعمر وفي الإنسان. اخذت النقطة الأولى. ونعرف كيف يحصل. ونعرف إخبار. وطبع ياسر. أنا في الإي تيك وكل شيء. حاولت من طوى. نعرف 10 سنين أو 20 سنين قدام. كيف نجم نعمل في الإدروجين. كيف نجم أكثر إكسبير في الإدروجين. إدروجين والزينيرجي رونوفلابل. طوى. نحنا كالجنراتنا. نتصور. أقل حاجة. أنه نكون مهندسة. في الطاقات المتجددة. في الإنروجي رونوفلابل. في الإيكونامية سوسيالي سوليدير. هذه هي أشياء التي تخبرت بالخبرة بشوية بشوية. التي تقول سيصال فتور. هذا المستقبل. وإذا حاجة غير ذلك. سنسر لا تكون ياسر مضرة للعالم والتونس. الوضع هو المناخي والطبيعي والبيئي. والذي تحب عليه الكل. التعاقل مع التجربة هذي الكل. سهرة أم صعبة؟ البداية ليس صعبة. البداية في كل إكسبيريونسة ليس صعبة. نتفكر أن الجمعة الأولى في التخوة نمشي للويد نبكي. ما نعرف حتى هو أحد. تصور واحدك عمرك 20 عشر سنة. قاعد غادي في الغربة. من بعض تتأقلم؟ بعض تعمل صحاب. بعض تعرف. بعض تتأقلم حتى من البيئة التي موجود فيها في فرنسا. بالضبط. والخلطة مع العالم تخليك كيف تتعلم برش. كيف زادت السقر؟ كيف تعلمت؟ تعلمت أني نفهم العباء أني لا أعجب على الناس. كل الإنسان فينا عنده مستقبل وعنده ماضيه. عنده شيء يحبها. وعنده شيء يضحي على خطرها. تعلمت لي الناس كل مختلفة. بالرسمي ختمت مع برش من العالم. حالياً نختم مع أمريكين. شنوا. دي جابوني. دي زالمون. صحيح كل واحد مختلفة. لكن مبعضنا هدف واحد. شركة نختمت مع برش من العالم. يعني تجيب من العالم الكل. على خطر المستقبل برش. يعني بالرسمي ممكن ما قلت لي. وكل شخصية جاي من المجتمع مختلفة. بالرسمي يضيف لك. فهم إضافة كبيرة. في بناء شخصيتك. قبل ما نتحدث عن الهيدروجين. طريقة العمل. سواء مع زملائك. سواء في المنهجية. الخدمة. الانتاج. الاهداف. رسم الطموحات القدام. أعطينا فكرة عليه. خدمتي حالياً ياسر تكنيك. يعني تقنية بحثة. فما شكون معي في الإكيب. فهو الذي تلهاب التخطيط. على مدة عشرين سنوات. من خمسة سنوات إلى عشرين سنوات. أنا في أمور تقنية. يعني نجم أقول. ما يلزمها السيارة بالضبط. ما هي القطاعة التي فيها بالضبط. كيف نجم أبتميزي السيارة في حد ذاتها. لكن تخطيط كيف يستباعها. كيف يستباعها. وإستدار الإدروجينه يسيطر صودي، على السيارات المستقبل. هذا هو مشكل كيف معي. لن أتكبر في الحصيحة. لن أفهم أمور مستقرة للضبط. أعتقد أن أمور مستقرة. نعم. نعم. أنا أعتقد انه ياسر تقنية. الإدروجين يمكن أن أحد الاتوم من ثم. كيف تستعملها في السيارة. لكن الحصيحة يسيطيح الكثير. لكنه ندّج في الأحداث التي تجد أن تكون المستشعب بالفعل ب 100% يجب أن تكون ألف على مئة التي تفعلها كل يوم تللي كأن نعمل سيارة الهدف فهذا يجب أن تعرف ما تفعلها ثم تلاحظ السيارة بل معك لا نجمع نعملها ولا نعملها يجب أن نعمل المدهور يجب أن نطبع ما نعمل لا يجب أن نأخذ برشة روتار لا يجب أن نعمل برسم بالجمع يعني سمين برسم هل لدينا روتار او لا في مستقبل مثل السيارات التي نعمل فيها شركة كبار تعمل الترانسبورت لا يوجد كل شيء شركة كبار لا يوجد فيها لكن نعمل الأشياء هذا هو مهوم ضغط كبير سكر لا ضغط ضغط إيجاب لا ضغط الإيجاب تعود به هذا هو الريتم نعمل أيضا لن نصل نعمل حتى 70 ساعة في الجمع 70 ساعة في الجمع ولكن ثم نصل في الريتم ثم نصل فيه حتى 70 ساعة في الجمع نعمل 7 طعب نعمل 7 طعب نبدأ نعمل 7 طعب لكن نعمل ضغط إيجابي معنى بعد ما روح عندي سبت وحاد نرتاح فيهم نخدم ساعة نهارة سبت عندي سبت وحاد نخدم فيهم عندي هك انتي تخدم نرتاح ذلك كيف أخبرتك كيف أغروم دونك الغرام هو برش فيه يعني في برش معنى يعني خليك يمتيب حبتك للحاجة اللي تعمل فيها اي اي حاجة جديدة رو انا كمهندس حاجة جديدة متفرح بشيخدم في لدوجين معنىها قل شاريك في 1910 وشيخدم على موتور ديزيل معنى حاجة اللي بتعمل مهندسين الطبيق اللي يوشخدم 뭔 حركات حاشة اخرى مجرiorة الحاجة صحية لمجرسة geo radar موجودة في فرنسا ولكن موجودة في العالم معنى لا أول سيارة في العالم كيف 시간이 لنrip من الأول مهندس في العالم فهم اغرار مهندسين يعملوا للحاجة لكن الحاجة على درو RESON قم ب violência معنى هذا الغرامثة لا يجب الأول محاجم اتجاباً Didrogyin وعندما تقول أن السترس يجب أن ينظر بذلك الالتصمي يجب أن يكون الترسيسي. يجب أن تقول أن اليوم أسترسي ولكن أعرف أن نعرف أن يجب أن يكون هناك أشهر و أجل التواصل. يجب أن ننظر بأن يجب أن يخرج. يجب أن ترى الميلويت من المديرين أن يقول أن تخرج السيارة و أنا أتفرح. وكما قلت لك القتال في المنزل الفتور, في أن أغسر بأنني أغسر. ترى مباشرة في الناس ، أحب أن نحن نفعل عمل جمعيتي. لدي جمعية في فرنسا ، مع جميع أصدقائنا الآن ، في أمام التونيجيه يتخدر الجمعية للجمعية ، بالأثنان. نحن نحو تقوم بأفكار الأفكار من الأفكار لكن نحن نحن أن نحن نحن بأفكار الأفكار من الأيكومية العالم في العالم نحاولو نحبطوها لتونس معناها نشوفو كيفاش تخبرات بتاع العالم انو في في الايكونامية هذية نجمد حاجة تطبقوها في تونس كيفاش تعمل التوازن ما بين الحياة اليومية بتاعك ما بين خدمتك ما بين طوى كما قلت العمل الجمعياتي هذي الكل لازمو تنظيم تنظيم بتاع وقت تتعلمو ولا ديجاب الفترة عندك لا تتعلمو إن تتعلمو خاطر تأبليجي مثل تطبيق ايجاب الفترة عندك تشوفو ان انتظر مع صفحاتيو في كل نفاو و تعليم لا نقوم بكثير من دائما يكون الان يجب ان تقوم بالدائج ويجب ان ان تصرف الان تتجب ان تعليم بشكل لانه يجب ان تعمل بالوقت وكما قلت لك يجب أن يكون هناك قصة و يجب أن تكون حاضر يجب أن تكون كيف و يجب أن تعمل يجب أن تعمل في العمل الجمعيياتي مع صحابك تبعد قليلا على الجو الخدمة نعم والجو الخدمة يجب أن نكون واضحين لا يوجد خائبية بالعكس يجب أن تكون موتيفة بكيفة كما قلت لك من العلم الكل لذلك يجب أن تحب أن تذهب و سوف نعمل كل يوم و لا أحب المتحدث عن العمل كل يوم و يجب أن نعمل كل يوم والبقاء في الدار و إليهم أحب مكان و لكن في أخرج يجب أن تكون محر في العمل لا يوجد محر في عملي لا يوجد محر في عملية الهيدروجين نعطيه وقته و حقه تقنية جديدة و في الدزارتك الموجودين لا يقول أن تقديمة جديدة لأن هنا تختلف الأعراب بالنسبة لتقنية هذه أين نرى هذا القديم؟ نرى هذا القديم كما تتوى مثل الكرهب ديزل أو الكرهب إسانس في المستقبل بسالقة سيارات بالبطاريات سالقة سيارات بالهدروجين هذا ما معناه المستقبل بتاع الهدروجين بتاع الهدروجين بتاع les voitures تحتاج الهدروجين ايضروجين بتاعيض الهدروجين لفلوت 20 سيارات بحقية تلك السيارات تصدر إسانس تصدر عمليات تصدر عمليات تصدر بطاريات كالبطاريات تصدر تحرير 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 هذه التكنولوجيا السخونة لا تكون إذا تطور في المستقبل. لكن في المستقبل نرى هذا مزوز. وبالتالي لا تريد نوعية ثلاثة أو رابعة تقنية جديدة. لكن Lydrogene موجود مقبل كما قلت أنت. فهمت شركات لديها 20 سنة في سيارات Lydrogene. قربت 500 تاكسي في فرنسا. لن نتحدث عن ألمانيا أو الجابان. والتي هم سباقين. والتي هم سباقين. لذلك هذه التكنولوجيا موجودة في يابل. الخدمة تكون كل في كل على تنقيس السوم. كيفية رخصه في سيارات. كيفية ردوها أكسيسي بالنسبة لكل. هذا هو المستقبل في السيارات. ما نرى. في الاتحاد الأوروبي قبل أن نصل إلى تونس. يصح على اتفاقية أنه في عام 2035 لم يكن تتباع سيارات ديزيل. أيضا إبريد. نحب أن يكون الإلكتريك وإلا إدروجين. يمكن أن توجه القديم. نعم. نعم. كيفية ردوها في باريس؟ لا أرى أن تتباع سيارات ديزيل. هذا هو المتأكد. هذا هو المتأكد أن الإدروجين والباتريات لديهم. ما في السابق. نعود 20 سنة التالية أو أكثر. كانت حلما كنت حاجم. كنت تقول هيدروجين أو الباتري. يقولك ليه. لا تصير. اليوم العلم تشعر التغيرات. قاعدة سيارات. قاعدة سيارات. صورة كبيرة. صحيح. صحيح. لكن في 1900 سنة التغيرات. قاعدة سيارات التغيرات. يعني الديزيل والليسنس. كان الإلكتريكا موجود. يمكن أن يكون الإلكتريكا موجود. يمكن أن يكون الإلكتريكا موجود. لكن بعض الوبيئات. لا أعلم الوبيئات. يحبون. السوق. أعلم م прочالك. نعم. يطلب الأضوأ وليسنس. قاعدة الغياء. يوجد المشاكل من مباشرة. أعلم الإلكتريكا. جدًا تحتاج إلى الموضوع. حسنا. نصيحك للعباد الذين يعملون في التجارة. حطر. اليوم التعيين أو أن كل مرحلة حاجة جديدة. وتعين فرحنلو الناس الكل تبارتجو برشا تحكي عليه البره يخلي طموحات تكبر وإلا طموحات عندها وقتها بالنسبة للسقر طموحات تجي في وقتها معناها صحيح يجب أن يكون طموح ولكن الحاجات التي تجي في وقتها ولجب أن نصبر معناها على الطموح يعني عادي كما قلت عادي نختم هارت لحد عادي نختم هارت السبت عادي نصبح في خدمتي لكن نجد أن تكون طموحات لأنك تكون طموحة لأنك تحتاج وقتك كامل للعمل التي تحبها كل واحد يمكننا أن نعرف لأنني لا أعرف في هذه الحكاية لكن شيء تجعل الإنسان ليس فقط طموحة فهو لا أحد شيء أنا أحد من الناس أنه يطمح على طموحة الخدمة التي نقوم بها كل ما نقوم بها والإنسان أن نقوم بها نقوم بها في تونس لا نقوم بعمل سيارات لا نقوم بها لكن لدينا جماعات أنها قادرة أن تخرج مهندسين كبار بالرسمي كيمالينسات كلهم جماعات القادرين أن نخرج مهندسين نتحدث عن الهندسة لا نحب نحب أن نتحدث عن الطب وكل شيء نحب أن نتحدث عن إختصاصي نتصور طموحة الذي يجعل المهندس ينجح سيئة ثمانية سوية أو خمسة سوية ويذهب إلى الدار يجب أن يكون يجب أن يقوم بها في كل نار حتى نوعية الخدمة تبدلت مع أنت مع أنت التغيير في العالم خليت حتى توقيت الخدمة ونظرتك للخدمة وطموحات مع أنت كل شيء يتغير مع أن الإنسان اليوم يجب أن يتأقلم نتصور مع هذا صحيح التأقلم هو سر النجاح بالرسم التأقلم أنك تأقلم في البلاسة التي فيها يضمن لك النجاح في الحاجة التي تعمل فيها يعني التأقلم في كل شيء ثقافيا لا نقول أن تبدل كل شيء يجب أن يتأقلم في البلاسة التي فيها يعني أنه يتأقلم هو من أكثر الحاجات التي تجعلها يجب أن ينجح الحديث معك يطويل أستقر الوقت تعدى فيه سأخذ لك كلمة الختام أبدا نسكرك 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 لا نحب بارشة نمشي في الراديو وفي الراديو وفي الراديو لكن نرى الفورة التي تعمل فيها في العبارة التي تستطيع فيها كاليتي فما موجودة الكاليتي ونشكر الناس كل على الإستقرار شكرا يعطيك صحة سكتر باركة الله فيك نتمنى لك كل النجاح كل التوفيق في المسيرة المهنية أمتعك يعطيك الصحة إن شاء الله نشوفوك في أعلى المراتب شكرا لكم أنتم مزيدا اللي تبعتونا في صبحية اليوم كيف العادة كان فاتتكم فيديوهاتها تلقاوها تتويتها على الباج فيسبوك الراديو ميت يوزي بارمجاتنا ما زالت متواجلة بارمجاتنا كاملة على امتلاد نهاية الركان ونقل لكم بوميكاند في المينس كل اشتركوا في القناة